بحضور أكثر من 1200 مشارك من 161 دولة بينهم 19 رئيس دولة وحكومة شاركت دولة الكويت بوفد يترأسه رئيسة مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الغذاء والتغذية الدكتورة ريمة لفليج في أعمال قيمة الأمم المتحدة للنظم الغذائي الثانية المنعقيدة حاليا في العاصمة الإيطالية روما بالفترة من 24 إلى 26 يوليو الجاري هذا وأكدت الدكتورة ريمة لفليج أن مشاركة الكويت التفاعلية في حوارات القمة يساعد على تبادل الخبرات والمعارف لتقوية منظمة الأمن الغذائي في ظل التقلبات الدولية وقالت الدكتورة ريمة لفليج أن دولة الكويت تشارك في هذا الاجتماع الهام لتقييم ما وصلت إليه حوارات النظم الغذائية التي بدأت في القمة الأولى العام الماضي حيث كانت دولة الكويت من أوائل الدول التي قامت بإعداد وتنظيم ثلاث حوارات للنظم الغذائية على المستوى الوطني وخرجت منها العديد من التوصيات التي أوجزتها لئاس العامة للغذاء والتغذية في التقالير الثلاثة المقدمة إلى منظمة الفاو أنذاك ترجمة نانسي قنقر